طيب عندي جانب تاني والحمد لله احنا مبرح كنا يعني سبقنا وانفرضنا وقلنا لحضراتكم من الاساس طريق انديل تم تكليفه من قبل مجلس ودارية النادي الاهل انه هو هيكون موجود ممثلا عن النادي الاهلي في حفل الاتحاد الافريخي في مراكش النهاردة بالفعل تم الاعلان بالشكل رسمي لكن طبعا من خلال مصادرنا في الاتحاد الافريخي كانت فيه مراسلات وكانت فيه اتصالات بالتم في الفترة الاخيرة الخبر الرسمي قدامي على الشاشة هو طريق انديل ممثلا للاهلي في احتفالية تكاف غدا قرر مجلس ادارية النادي الاهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بتكليف طريق انديل عضو مجلس الادارة بحضور حفل الاتحاد الافريقي ممثلا عن النادي الاستاذ طريق انديل غادر القاهرة صباح اليوم الاحد الى كازابلانكا لحضور الحفل المقرر اقامته غدا في دولة المغرب الشقيق طبعا استاذ طريق انديل هيوصل كازابلانكا هياخد طبعا يعني رحلة تانية من كازابلانكا الى مراقش لان الحفل بيقام فيه مراقش مساء غدا في الصهر هيكون حفل وحفلة مهمة جدا لان اولا طبعا كلنا عارفين ان فيه يعني دعوة لابرز نجوم الكرة الافريقية تبتكلموا على اسماء كبيرة جدا اولا صامو ايتو هيكون موجود ان شاء الله كمان هيكون ايمانويل ديبايور عبيدي بليه الحاجي ديوف جونسان بيرتربوية اللاعب بوركينا كلوشا بوايا في نكوشا باتري كمبوما وفيه كمان كابتن احمد حسن كابتن منتخبنا الوطني هيكون موجود كمان في هذا الحفل طبعا النادي الاهلي داخل فيه منافسة قوية جدا على هذا الحفل انتم تتكلموا على جائزة افضل نادي وبنفسه الوداد وساندونز وداخل فيه منافسة على افضل حارس وعندنا الحارس المرمى الاسد محمد الشناو عنده منافسة مع عندي ريق نانا وكمان حارس المغرب ياسين بونو وعندنا كمان نجم الفريق بيرستاو داخل في منافسة مع فيستون ماليلي لاعب يانج افريكانز السابق ومهاجم بيرامدز الحالي وكمان معه منافسة مع بيتر شالوليلي المهاجم النبيبي لفريق ساندون فمنافسة قوية جدا في 3 جوائز النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله يعني بنسبة كبيرة يقدر يحسن جايزتين من 3 لان كل الاخبار اللي جاي من المغرب ياسين بونو يعني بنسبة كبيرة هيكون واخد جايزة افضل حارس في افريقيا ولكن طبعا ده ما يقللش ابدا من محمد الشناوي محمد الشناوي وجوده في هذا التصويت على هذا المركز للعام التاني على التواري والسنة لفات الشناوي خاد افضل لاعب فده حاجة كبيرة جدا الشناوي مع منتخبنا من صوح حظه ما كانش فيه انجازات ولكن مع النادي الاهلي حق انجازات كبيرة ولكن من حظه السيء ان المنتخب المغرب مع ياسين بونو وصل رابع العالم ياسين بونو حارس محترف في اوروبا انتقل للهلال السعودي فبالتالي الفترة اللي فيه داخل فيها الجايزة فيه امور كتيرة جدا ممكن ترجح كافة ياسين بونو عن محمد الشناوي لكن ده لا يقلل اطلاقا من محمد الشناوي اللي قدر يفرد نفسه ما بين كل الحراص الافرقى المحترفين في الخارج ويكون ضمن القايمة المختصرة اللي فيها اندري اونانا حارس الكاميرون مع ياسين بونو حارس المغرب ما ننساش كمان ان محمود قاربة داخل ضمن الجوائز لانه داخل فمو نفسه على افضل هدف هذا العام في البطولات الافرقية الهدف اللي احرزه في نادي الهلال السوداني في دوري ابطال افرقيا فكل التوفيه ربا للنادي الاهلي غدا في هذا الحفل يعني ان شاء الله متفائل باذن الله يكون فيه اكتر من جايزة للنادي الاهلي